حركة بسيطة تشهد على سنوات طويلة من المرض فقد شفي هذا الرجل من مرض الجذام منذ عقود عدة إلا أنه لا يزال يقيم هنا في هذا التجمع الخاص الواقع في وسط النولله مع أقاربه وعشرة من المصابين الآخرين بالمرض والمنبوذين جميعا من المجتمع يحتضن الناس المصابين بالسل الذي تتنقل عدواه عبر السعال ولا يتردد الناس في التعامل مع أشخاص يعانون من مرض الأيدز أما نحن الذين شفينا من الجذام فنعاني من التمييز فقط لأن تشوهاتنا مرئية وقد قضت الهند على هذا المرض رسميا في العام 2005 إلا أنها لا تزال تضم حاول يلف تجمع خاص بمرض الجذام وقد عاد هذا المرض لينتشر في بعض مناطق البلاد فيما تسجل في الهند أكثر من نصف الإصابات العالمية ويصيب المرض الجلد والأطراف العصبية ويؤدي أحيانا إلى عملية باتر إلا أن البعض يعتبر أن الأصعب هي الأحكام المسبقة المتعلقة بهذا المرض عندما أصل يقولون الليلة نلعب معك ويطلبون مني عدم الجلوس إلى جانبهم في الصف لذا أتوجه إلى آخر قاعة الدروس لأجلس ثم تفتة واحدة لعب معي وما إن تشخص الإصابة يعالج مرض الجذام مجانا بخليط من الأدوية ولا يعود موديا في 98% من الحالات لكن تستمر ولاية عدة في منع المرضى من الحصول على إجازات سوق والسفر في القطارات أو الترشح للانتخابات وتعطي المنظمات غير الحكومية الأولوية لتغيير الذهنيات ما إن نلمس هؤلاء الأشخاص ونجلس معهم يتلاشى الخوف من انتقال العدوى عندما نلبسهم الملابس يرى الناس حولنا ذلك ويزول الخوف من انتقال العدوى إليهم بهذه الطرق نتوصل إلى مكافحة هذا التهميش لكن المعرك لا تنتهي عند هذا الحد إذ أن ألاف الإصابات الجديدة تسجل سنويا فيما تؤكد السلطات صعوبة رصد هذا المرض نواجه مشكلة في مدة حضانة مرض الجذام البالغ ستة أشهر لذا لنعرف إن كانوا يعانون من المرض أم لا استراتيجيتنا تقوم على عمليات تقصر من منزل إلى آخر لمعالجتهم ومعالجة عائلتهم تؤكد الحكومة أنها ستقضي على مرض الجذام في وضون عشر سنوات إلا أن المستقبل يبقى قاتما للسكان التجمعات الخاصة وعائلاتهم التي تعانيها أيضا من التمييز حتى لو كان أفرادها أصحاء